في ظرف لا يتعدى أسبوعا من شهر رمضان حجزت مصالح الرقابة وقمع الغش عشرات الأطنان من المواد الغذائية كنتيجة مباشرة لغياب عمليات الفوترة وتغيير النشاط دون رخصة من السجل التجارية حسب ما كشفه المدير العام للرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة لشرق نيوز في غياب هذه الوثيقة التي تدخل في إطار تقييم الكلفة أو السعر الذي يبع لاحظنا غياب هذه الوثيقة التي هي الفوترة أيضا تم حز كميات أطنان وأطنان من المواد الغذائية خصوصا منها اللحوم والخضر وكذا وحسب المدير العام للرقابة وقمع الغش سيتم مقاضات كل تاجرين تسبب في تحايل على الجهات الرقابية بدءا من هذا الأسبوع وتم أيضا اتخاذ إجراءات فيما يتعلق بالمتابعة القضائية فيما يتعلق بالحجر المواد متاحهم وأيضا فيما يتعلق بالغلق حتى تم اتخاذ قرارة للغلق في حق هؤلاء المخالفين وجندت وزارة التجارة الآلاف من أعوان الرقابة قبل بداية شهر رمضان لتجنب حدوث أضرار أكبر على المستهلك عبر اعتماد أنظمة رقمية جديدة لمحاربة عمليات الغش والمضاربة